اشتركوا في القناة القرشي على الميصرة وسعيد بن زيد على الخيل بدأت المعركة بمهاجمة ميصرة الروم لميمانة المسلمين ولكن معاذ بن جبل ورجاله صمدوا امام الهجوم بعدها شنت ميمانة الروم هجوما على ميصرة المسلمين فثبتوا كذلك فامر قائد الروم برمي الاسهم وقتها بدأ هجوم المسلمين واستبسلوا فهرب الروم منهزمين ثم وصل لخالد خبر ان الروم حشدوا جيش تاني يشرف على 240 الف جندي في اليرموك فتوجهت جيوش المسلمين ليهم وقف خالد بن الوليد امام جيش الروم العظيم وقال بكل فخر واعتزاز انا ركن الاسلام انا الفارس الصنديد انا خالد بن الوليد انا صاحب رسول الله تعالوا نعرف قصة سيف الله المسلول من الاول بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد قبل الهجرة بحوالي 25 سنة اتولد في بني مخزوم طفل للوليد بن المغيرة اللي كان سيد من سادات قريش من زوجته العصماء او الوبابة الصغرى بنت الحارث وسموا طفلهم خالد اخواته ستة اخوة وقيل تسعة بن ذكور واناث ومنهم الوليد بن الوليد وهشام بن الوليد وعمارة بن الوليد وقتا ما تولد خالد كان من عادة سادة القبائل بانهم يرسلوا اولادهم الذكور للصحراء يتربوا على يد مرضعات ويرجعوا الاهلهم لما يبلغوا الطفل خمس سنوات وده اللي حصل مع خالد بن الوليد وفي الفترة دي كان الجدري منتشر جدا بين الاطفال وتصاب بيه خالد ولذلك ترك على وجهه بعض النتبات والاثر الواضح على خده الايسر خالد بن الوليد كان رجل فارع الطول عريض الجسد ببشرة بيضاء ولحية كثيفة كان اقرب الشبه للخليفة الفاروق عمر بن الخطاب لدرجة ان البعض كان ممكن يختلط عليه الشبه بينهم وكان الوليد بن المغيرة والد خالد مدعو بريحانة قريش فكان بيكسو الكعبة كلها من خالص ماله في سنة وبتكسوها قريش في سنة تانية وحرم على نفس الخمر قبل ظهور الاسلام الوليد بن المغيرة كان بيصمم ان ابنه شارك في قوافل التجارة المتجهة لبلاد الشام وبالتالي ظهر مدن مختلفة وعرف طباع الفرس والرومان والغساسنة وغيرهم خالد بن الوليد كان من قبيلة بني مخزوم اللي كانت بطن من ضمن عشر بطون من قريش وكانت قابلته بتعتمد في تربية اولادها على فنون الحرب والفروسية وده كان له اثر كبير في تكوين شخصية خالد بن الوليد وحكمته ومهاراته زي تخطيط وحية للمعارك واستخدام الرمح بمهارة وهو على حصانه واتقانه المبرزة بالسيف سواء كان على جواده او على قدمه وتعلم خالد بن الوليد ركوب الخيل للمعارك والجمال للمسافات الطويلة تميز خالد بالشجاعة عن غيره فاهتم ابوه بالجانب ده وركز عليه وبدأ يعلمه فنون الفروسية وخفة الحركة وده خلاه من اهم الفرسان وسط شباب جيله وتفوق في التخطيط الحربي لدرجة ان ظلت خططه للحرب يتم تدرسها بعد كده مئات السنين خالد الشاب كان ليه مجموعة من الاصدقاء بيشابهم في الشخصية والشرف وبيشاركوه تماماته كانوا من ابناء سداد قريش ومنهم عمر بن العاص وعمر بن هشام بن المغيرة اللي كانت شهرته ابو جهل وكان ابن عم خالد وابنه عكرمة بن ابي جهل وهو الصديق الحميم لخالد ولما ظهرت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خالد وقتها في العشرينات يعني سن عنفوان الشباب ويروى ان الوليد بن المغيرة ابو خالد قال ازاي النبوة تنزل على محمد وانا كبير قريش منزلة وسنا وليه ما تنزلش على واحد من اشراف ثقيف كان الوليد شايف ان اسياد مكة بخدبتهم اللات واسياد الطائف بعبدتهم للعزة يبقوا اولى بالنبوة ونزلت فيه الاية الكريمة في سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ورحمة ربك بأربعة آلاف درهم كان خالد مستكتر الفدية فقال لأخوه هشام بن الوليد ليس بابن أمك والله لو أبى فيه إلا كذا وكذا لفعلت وبالرغم من كده دفعوا لأخوهم الفدية وبعد ما افتدوا فجئهم أخوهم الوليد بن الوليد إنه أسلم فقال له أخوه هلأ أسلمت قبل أن تفتدى فقال لهم الوليد كرهت أن تظنوا بي أني جزعته من الإيصار يعني هو آمن بالله ورسوله لكنه مرديش يتقال عنه إنه أسلم علشان يتحرر من الأسر وكانت النتيجة إنه لما تعرف بإسلامه اتحبس في مكة علشان ما ينشرش الدعوة لحد ما جات له الفرصة العارف فيها يهرب ويروح المدينة لوحده وفي العام الثالث الهجري لما قررت قريش الثقر لنفسها من المسلمين قامت غزوة أحد ودي كانت أول مواجهات خالد العسكرية مع المسلمين لما تولى قيادة ميمانة جيش المشركين وكانت مهمته الإحاطة بجناح المسلمين الآيصر وفي أول المعركة هاجم خالد سهم من جهة المسلمين فقرر الانسحاب للخلف ووقف الهجوم لحد ما تجيلوا الفرصة المناسبة وبالفعل جات الفرصة الرمى المسلمين خلفوا أمر النبي ونزلوا من على جبل أحد علشان افتكروا إنهم انتصروا لما ابتدى المشركين ينسحبوا وعاوزين يلحقوا يجمعوا غنايم الحرب وهنا ظهر ذكاء وحيلة خالد بن الوليد استغل نزول الرمى وتركوهم الجبل وكده هيكون جيش المسلمين مكشوف ليه فهاجم خالد المسلمين من الخلف مباغتة وغير نتيجة الغزوة لصالح قريش بدل ما كانت قريش منهزمة ومسحوبة بقت هي اللي بتهاجم وادروا بالذكاء خالد أن ينتصروا على جيش المسلمين في العام الثامن الهجري وقت الصلح الحديبية وقبل فتح مكة ويحكي خالد بن الوليد قصة إسلام أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية وهي العمرة التي قاض عليها النبي قريش بعد رفضهم دخول المسلمين في سنة الحديبية وسميت بعمرة القضاء تغيبت ولم أشهد دخوله فكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني فلم يجدني وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال ما مثل خالد من جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقد ضمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة فلما جاءني كتابه ناشدت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وصرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني كان خالد من قبلها بيفكر في الإسلام ومصير العرب لما حس ان انتصار النبي وخضوع الكل ليه مسألة وقت وحس ان المعارك اللي قابل فيها النبي كان على باطل بلا حاصل وفكر حتى في الخروج من مكة لأرض الحبشة أو الروم وجات رسالة أخوه كأنها الدفعة الأخيرة عشان يغلب مكبرته ويستسلم للحق ويسلم نفسه لله وأسلم بالفعل واللي ساعده على كده كمان ان خالد ما كانش متدين أو ما يلا أليهة الكعبة ولما عرف أبو سفيان بقرار إسلام خالد بن الوليد غضب وهدت خالد بالعواقب المترتبة على إسلامه لكن عكرمة صديق خالد هدى وقال له اهدأ يا أبا سفيان فإن غضبك سيقودني أيضا للاندمام إلى محمد فخالد حر في أن يختار الدين والذي يرغبه فوقف عكرمة في صف صديقه خالد برغم اختلاف الدين بينهم رح خالد يعرض على أصحابه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل إنهم يسافروا معه للمدينة عشان يقابل رسول الله لكنهم رفضوا فخرج من مكة والتقى بعثمان بن طلحة وسافر معاه وهم افطرقهم للمدينة المنورة قابلهم عمر بن العاص وكان راجع من الحبشة فسألوا عن خبر وسألهم فقال له خالد والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي أذهبوا والله أسلموا فحتى مات فقال عمر والله ما جئت إلا لأسلم واتفق التلاتة ودخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالد أول واحد بينهم يشهد شهادة الإسلام ويبايع النبي وقتها كان عمره تجاوز الأربعين بعد دخول المدينة بثلاث شهور كانت أول مشاركة لي مع المسلمين في نفس السنة تمانية هجريا بعد ما قام شرحبيل بن عمر الغساني اللي كان أحد عمال قيصر الروم في البلقاء بقتل الحارث بن عمير وهو سفير النبي وكان قتل السفراء بمثابة إعلان للحرب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش لقتال الروم وكانت غزوة مقتة وبدأت المعركة بالفعل واللي كانت صعبة جدا بعد ما تفاجئ المسلمين بأن جيش العدو وصل لمتين ألف مقاتل وقال بعض الرواة 150 ألف الأغلبية منه من الروم والباقي من الغساسنة وكان جيش المسلمين أول مرة بيقاتل العدو خارج البلاد أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم استشهد حملت الراية الثلاثة لعينهم النبي وأصبح لابد أن المسلمين يعينوا لنفسهم أمير فأرادوا في الأول ثابت ابن أقرم الأنصاري ولكنه دفع الراية لخالد بن الوليد واستلح المسلمين على قيادته للجيش ولما أخذ خالد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس بدأ خالد يبدل أقسام الجيش وأماكن المقاتلين وأمرهم يفتعلوا في الليلة دي مزيد من الضجة والأصوات العالية تثير قلق جيش الروم والغساسنة واللي تفاجئوا في اليوم التالي بوجوه جديدة في مقدمة الصفوف لأن خالد غير ترتيب الجيش فبدل بين الميمنة والميصرة وبدل بين مقدمة الجيش ومؤخرته لخداع الروم فظنوا الأعداء أن مدد جديد وصل للمسلمين وده بث في قلوبهم الرعب لكن ابتدى خالد يسحى بالجيش لما شاف ان استمرار المعركة مع الفرق العددي والظروف الحاضرة مش في مصلحة المسلمين حارب خالد ببسالة في غزوة مؤتة وتكسرت في إيده يومها تسعة أسياف وبعد ما رجع إلى يثرب أثنى عليه الرسول ولقابه بسيف الله المسلول وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانية وبعد شهور نقدت قريش أحد شروط الصلح لما هاجم قبيلة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة حلفاء قريش قبيلة بني خزاعة حلفاء الرسول وقتها توجه الرسول في جيش من عشرة آلاف مقاتل إلى مكة وقسم الجيش إلى أربعة أقسام اتولى بنفسه قيادة أحدها وكان على رأسها سعد بن عبادة وأمر الزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الثلاثة الأخرى وأمرهم أنهم يدخلوا مكة كل واحد من باب ويمكن من أعز وأصعب اللحظات اللي وجهها خالد بن الوليد لما دخل مكة تحت راية النبي في مواجهة أصدقاءه اللي كانوا مقربين منه قبل الإسلام كان خالد بن الوليد على ميمانة جيش المسلمين من أسفل مكة والنبي كانها المسلمين عن القتال وأكتر أهل مكة كانوا مستسلمين للأمر الواقع ومش عايزين حرب فدخلوها كل من الباب الموكل إليه ولم يلقى أحدهم قتالا إلا كتيبة خالد لما قاتلوا عكرمة بن أبي جهل اللي كان صديق خالد الحميم وسهيل بن عمر وصفوان بن أمية في كتيبة جند جمعوها لقتال المسلمين واستطاع خالد أن يظفر بهم وجههم وانتصر عليهم وقتل منهم اتناشر وقتل المشركين اتنين قبل ما يهربوا داخل مكة وتنسحب معهم آخر أوهام المقاومة للمشركين وتم فتح مكة في العام الثامن هجريا وبعد فتح مكة أرسل النبي الصراية الهدم أوثان العرب وخرج خالد بن الوليد على تلاتين فارس لهدم معبض صنم العزة في الطائف والعزة صنم اختلف المؤرخين فيه اتقال إنها كانت شجرة واتقال إنها كانت بيت وإنها تمثال مصور وإنها حجر أبيض وبعض الروايات جمعت الأوصاف دي في كيان واحد والمعبض في الطائف كان عبارة عن بيت مهيأ للصنم مصنوع فوق ثلاث شجرات قطع خالد بن الوليد الشجرات وهدم الصنم خالد بن الوليد كان مميز جدا في قدراته القيادية والقتالية وده أدى لاعتزازه برأيه في موقف الحرب والتصرف في اللحظة والحال ولكن بطبيعة الحال ده شيء ليه مميزاته اللي ممكن تنجد جيشه ولكن له عيوبه إنه يكون سبب لوقوعه في أخطاء اتخاذ القرار بدون ما يرجع لقيادته للتأكد من سلام التصرفه وده بالفعل حصل في حياة النبي مع قبيلة بني جزيمة لما أمر النبي بإرسال الجيوش للقبائل تدعوهم إلى الإسلام وتهدم الأصنام وتمنع تحالفات المشركين فأرسل النبي خالد بن الوليد داعيا ورسولا للقبائل وتحبب وتنشر الإسلام ولم يبعثوا مقاتلا لهم كان في سرية خالد حوالي 350 جندي فأرسلوا النبي إلى قبيلة بني جزيمة بن عامر بن كنانا ووقتها قبيلة بني جزيمة ما قالوش بوضوح أسلمنا وفضلوا يقولوا صبقنا وكانوا يقصدوا خرجنا من دين إلى دين ففضل خالد رضي الله عنه يقتل بعضهم ويأسر آخرين وخالد عمل كده بسبب أن المشركين كانوا بيقولوا في أول الأمر لمن أسلم الصابق وهو من خرج من الدين لخروج المسلمين عن الدين اللي كان علي المشركين فكان المشركين يقولوا للمسلمين صابقون ذما وتقليل لهم وتعييرا لهم على ذلك فلما سامع خالد الكلمة دي ظن أنهم خرجوا من دينهم إلى دين آخر غير الإسلام من يهودية أو نصرانية أو غيرهم ودفع خالد رضي الله عنه إلى كل رجل من أصحابه أسيرا وأمرهم أن يحتفظ كل واحد بأسيره وفي يوم أمر خالد السرية أن يقتل كل واحد الأسير اللي معاه فعرضوا بعض اللي كانوا معاه في السرية زي عبد الله بن عمر اللي قال له والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة ولما وصل أخبار السرية للنبي صلى الله عليه وسلم غضب ورفع إيده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وبعت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بمبلغ لدفع دية القتلى اللي سقطوا من بني جوذايمة فدفعها الأهل القتلى وفرق اللي تبقى من الفلوس على أهل القبيلة وكان بن خالد وبن قبيلة بني جوذايمة نزاع وطار أديم من أيام الجاهلية لما آتلوا عم الفاكه بن المغيرة لما هجموه في قبيلة رجع من اليمن وبرغم الخطأ اللي ارتكبوا ابن الوليد الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي وشارك بعد كده في غزوة حنين فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يومها قائدا على بني سليم ومعاه 700 مقاتل في المقدمة وتتابعت الكتائب وراها حتى وصلت إلى 29 كتيبة وبطلوع الشمس بدأت قوات المسلمين أنها تنزل من على الجبل إلى الوادي وأسرع خالد بكاتبته على أمل أنه يهزم العدو في أخطاص بسرعة وبمجرد نزول ابن الوليد بمقدمة الجيش اتفاجئ الجيش بوابل من الحجارة وأسهم بتلقى عليهم من كل ناحية تقريبا وساعتها مالك بن عوف أخفى رجاله وسط الأشجار المنتشرة في الوادي وأمرهم بالثبات لحد ما جيء جيش المسلمين خالد بن الوليد والصفوف الأمامية كانوا أول ما انطلقوا صدمة الفخ ولما تتابعت الأسهم عليهم من كل ناحية بدأ أفراد الكتيبة في الفرار من المكان للنجاة بحياتهم فحاول خالد بن الوليد منعوهم وبدأ يصيح فيهم بالتوقف عن الفرار وأن يتجمعوا حولوا مرة أخرى وخلال النداء عليهم أصيب بعدة إصابات تسببت في أنه يؤمن على فرسه وأصيب يومها إصابات بليغة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد فأخبروه بأنه مصاب بإصابات كتيرة فذهب ليه رسول الله وأخذ ينفخ على جراحه فنهض خالد بن الوليد وهو يشعر بالقوة بعد ما شفيت جراحه في معجزة من معجزات رسول الله بدأ خالد بمجرد تعافيه في تجميع جماعة بني سليم من جديد في نفس الوقت اللي كانت جماعة الفرسان تحت قيادة الزبير بن العوام رضي الله عنه انطلقت فيه واشتبكت مع قوات مالك بن عوف من جديد وبعد فترة قصيرة نجحت قوات المسلمين في الانتصار وطرت قوات مالك بن عوف من الممر وأصبح الوادي كله تحت سيطرة المسلمين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بالبقاء في الوادي وحماية جماعة الفرسان عشان يكونوا خط دفاع جديد للمسلمين وشارك خالد في غزوة تبوك تحت قيادة الرسول ومن هناك أرسلوا الرسول في سرية إلى دومة الجندل فدخلها خالد وأصر صاحبها أكيدر بن عبد الملك اللي صالحوا الرسول على الجزية وهدم صنمهم ود تزوق خالد بن الوليد من كبشة بنت هوذة ابن أبي عمر ويقال إنها أنجبت له ابنه سليمان اللي بقوا يندو بيه أبو سليمان فبعد غزوة تبوك صالح النبي نصارى العرب وما تبقاش من حلفاء البيزنطيين إلا الأكيدر بن عبد الملك الكندي في منطقة دومة الجندل في شمال الحجاز فبعت النبي ليسرية فيها حوالي ربعميد فارس وعليهم خالد بن الوليد كانت منطقة حصينة فيروع إن خالد استعجب الأمر فسأل النبي يا رسول الله كيف لي به وسط بلادي كلب وإنما أنا في أناس يسيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستجده يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دومة الجندل فإن ظفرت به فلا تقتله وأتي به إلي فإن أبى فاقتله وبالفعل لأى المسلمين الأكيدر بيصطاد خارج حصنه فأثروا خالد واستفتح به الحصن وأمنه هو وأهله ولما أحضروا خالد للنبي وقابل رسول الله عقد الأكيدر معه صلحة على دفع الجزية في مقابل عدم التعرض للمسلمين في سنة عشر هجريا بعث الرسول خالد بن الوليد في شهر الربيع الثاني في سرية من ربعمائة مقاتل إلى قبيلة بني الحارث بن كعب بن أجران وأمروا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فإن استجابوا لي يقبل منهم ويقيم فيهم ويعلمهم دينهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم لبى بني الحارث بن كعب النداء وأسلمه فأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام ثم كتب خالد إلى الرسول بده فأمر النبي أن يقيم فيهم ويعلمهم ثم يقبل معه وفدهم فوفدوا عليه يعلنوا إسلامهم وكانت المهمة دي هي آخر مهمة تولاها خالد بن الوليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجي أصعب يوم على المسلمين يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم حزن عليه المسلمين حزنا شديدا وبعد تولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقدت معظم القبائل العربية عاد أهل مكة والطائف والقبائل المجاورة لمكة والمدينة والطائف على خلافة أبي بكر الخليفة الجديد للمسلمين اختلفت أسباب الانتقاد فمنهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من ظل على دين الإسلام مع رفضهم أداء فريدة الزكاة ومنهم من التف حول مدعي النبوة في القبائل العربية استغل الممتنعين عن دفع الزكاة من قبائل عبس وذبيان وغطفان خروج أسامة بن زيد اللي كان أوصى بير رسول قبل وفاته وحاول مهجمة المدينة وبعد ما استطاع الخليفة أبو بكر الصديق صد الهجوم وإرساله يطارد فلول المنهزمين عقد أبو بكر 11 لواء لمحاربة المرتدين ومانعي الزكاة في جميع أرجاء جزيرة العرب أمر أبو بكر خالد بن الوليد على قيادة أحد تلك الجيوش قوامه 4000 مقاتل وأمر الخليفة خالد بن الوليد بالتوجه إلى قبيل الطيق لإخضاعهم ومحاربتهم في حالة عدم رجعهم ثم محاربة مدعي النبوة طلاحة بن خويلد وقابلته بني أسد ثم التوجه لإخضاع قبيلة بني تميم إلا أنه قبل ما يتحرك الجيش وصل عادي بن حاتم الطائي بأموال زكاة قبيل الطيق لتنضم بذلك قبيل الطيق الجيش خالد اجتمعت قبائل أسد وفزارة وسليم وفلول عبس وذبيان وبكر حول طلاحة بن خويلد اللي ادعى النبوة وتوجه إليهم خالد بجيشه واشتبك معهم في بوزاخة وهزمهم وفرطوا ليحة إلى الشام أمر خالد بعد كده بمطاردة فلول المنهزمين ثم أمر بإحراق الأسرة بالنيران ونكل بيهم وأرسل رؤساءهم مكبلين بالأصفاد إلى الخليفة أبو بكر الصديق عشان يشوفها يعمل إيه التفت الفلول حول أم زمل اللي كانت ليها طار عند المسلمين بسبب قتل زيد بن حارثة لأمها أم قرفة في سريته إلى بني فزارة لتحريط قومها على قتال المسلمين فقاتلهم خالد في معركة كبيرة في ظفر وهزمهم وآتى الأم زمل بعدها توجه خالد بعد ذلك بجيشه إلى بني تميم لأن في خلافة أبو بكر الصديق ما كانتش قبيلة بني تميم على موقف واحد فمنهم بطون مع إيطاء الزكاة واتباع خليفة رسول الله ومنهم اللي شاف العكس وبقى فريق ثالث في حيرة من أمرهم فلما وصل جيش خالد وادي البطاح وهي مكان قبيلة بني أربوع ما لقاش فيها حد ونشر خالد الصرايا وأمرهم أنهم يأتوا بأي حد ما استجبش لدعوة الإسلام واللي يمتنع يقتلوه ده غير أن أبو بكر كان أوصاهم أنهم يستأذنوا لو دخلوا بيت فلو أذن القوم يسيبوهم ولو ما أذنوش يقتلوهم ولو سألوا عن الإسلام يسألوهم عن الزكاة فلو وفقوا يقبلوا منهم الزكاة ولو رفضوا يقاتلوهم لكن سيدهم أمر قومه أنهم يتفرقوا مالك بن نويرا اللي كان سيد في قومه وفارس من فرسان بني أربوع ومشهور باسم أبا حنظلة كان امتنع عن الزكاة وحبس الإبل اللي كانت مخصصة للصدقة ومنع قومه من دفع أموال الزكاة وشاع عن مالك بن نويرا أنه ارتد عن الإسلام في نفس وقت ما ارتدت عرد من القبائل وقويت شوكة مدعين النبوة زي طلايحة ومسيلمة الكذاب وسجاح واللي كانت علاقة مالك بن نويرا بيها قوية وفي رواية من الروايات حكاها ابن كثير في البداية والنهاية أن خالد استدعى مالك بن نويرا فأنبه على مصادر منه من متابعة سجاح وكمان على منع الزكاة وقال ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال خالد أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقة فضرب عنقة وفي رواية أخرى أن خالد لما دخل فيهم أسرهم وقيدهم وكانت ليلة بردة فأمر خالد فنادة دفئوا أسراكم وهي في لغة كنانا تعني القتل فظن القوم أنه أراد القتل لكن في الحقيقة لم يرد إلا الدفء فأتلوهم فقتل ضرار ابن الأزور مالك وسمع خالد الصراخ فخرج وقد فرغوا منهم فقال إذا أرادوا الله أمرا أصابه لكن البعض اتهموا بأن قتله ما كانش إلا طمعا في أنه يتزوج ليلة زوجة ابن نويرا وكانت من أجمل نساء العرب واللي بالفعل تزوجها خالد بعد وفاة مالك مبلغات القصة دي بعد كده كانت كتيرة ولكنها بعيدة عن التصديق زي أن خالد بن الوليد قطع رأسه وطبقها وتزوج من امرأته في نفس الليلة وغيرها حاجات كتير الحقيقة أن أبو بكر وعمر بن الخطاب اللي اتنين مرديوش عن الحادث لأن مالك ما تقتلش على بينا واضحة في خروجه من الدين ولكن في الوقت اللي عمر بن الخطاب كان رأيه أنه يعزله أبو بكر الصديق رفض رفض أنه يستغنى عن إمكانياته وقياته الحربية المتميزة في الفترة الصعبة دي وقال له لا يا عمر لم أكن لأوشيما سيفا سله الله على الكافرين وخلينا نقول برضو أن موقف الفاروق والصديق من أمر خالد كفيل بنفي المبلغات اللي لو حصلت كان اتخذ موقف تاني خالص لا يشفع فيه شجاعة ولا قيادة خالد أبدا كان الصديق أكثر الناس ثقة في كفاءة خالد بن الوليد وقدرته العسكرية فأطلق ساعتها كلمته السائرة اللي رددتها كتب التاريخ لما قال والله لأنسياننا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ونشوف كمان الرسالة لأرسلها الصديق رضي الله عنه إلى عبيدة بن الجراح لما أرسل لي المدد بخالد بن الوليد فإني قد وليت خالدا قتال الروم بالشام فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره فإني قد وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه ولكن ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك أراد الله بنا وبك سبل الرشاد والسلام عليك ورحمة الله لكن رغم انتصارات خالد بن الوليد وشجعته إلا أنه كان بيدخل في خلافات مع القيادة من فترة للتانية بسبب بعض قراراته في المعارك زي حادثة مقتل مالك بن نويرة في الوقت ده دعمه سيلمة بن حبيب النبوة وقدر أنه يجمع حوالي أربعين ألف من قومه بني حنيفة وغيرهم ومن الناس اللي اعترفت بنبوته الرجال ابن عنفوة اللي كان بعثه أبو بكر مع وفد بني حنيفة واللي وفدوا عليه عشان يعلنوا إسلامهم في عام الوفود ويتعلموا الدين وقال ابن عنفوة بأن سيدنا محمد أشركه في النبوة وكان أكبر داعم على الدعاء مسيلمة وده زاد من خطورة فتنته على المسلمين وعشان كده جاهز أبو بكر الصديق جيش بقيادة عكريمة بن أبي جهل فجاهز مسيلمة جيش برضو بقيادة شرحبيل بن حسنة اتصرع عكريمة في قراره بمواجهة جيش مسيلمة لوحده قبل أن يدركه جيش شرحبيل بن حسنة وده خلاه يتهزم كان عكريمة سمع عن انتصارات خالد في حروب المرتدين وكان عايز ينول المجد بقتل مسيلمة فتصرع وأمر جيشه بالهجوم ولما وصل شرحبيل بجيشه عرف عكريمة صعوبة الموقف وعشان كده أرسل للخليفة أبو بكر الصديق عشان يقوله على اللي حصل في الوقت ده خالد كان انتهى من أمر بني تميم فأمره أبو بكر بالتوجه من البطاح إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب متنبي بني حنيفة لما وصل خالد بجيشه إلى ثانية اليمامة أدرك جيشه سرية من بني حنيفة فأمر بقتلهم واستبقى رئيسهم مجاعة بن مرارة لعله يخلص منه بما ينفعه وقيده بالحديد في خيمته وجعل على حراسته زوجته أمه تميم نزل مسيلمة بجيشه في عقرباء على أطراف اليمامة ثم التقى الفريقين وكانت الغلبة في البداية لبني حنيفة فتراجع المسلمين واخترق بني حنيفة جيش المسلمين حتى وصلوا إلى فستات خالد بن الوليد اللي هو قبل مؤخرة الجيش ودخلوا خيمة القائد وحرروا مجاعة بن مرارة وكادوا أن يقتلوا زوجة خالد بن الوليد لو لأن أجارها مجاعة بن مرارة لما لقى منها حسن معاملة وقال أنا لها جار فتركوها وقال لهم عليكم بالرجال فقطعوا الفستات ثارت الحمية في قلوب المسلمين وقعد خالد تنظيم جيشه واختار بعض المحاربين حراس ليه فأظهر المهاجرون والأنصار بطولات ألا بتدفت المعركة لصالحهم وتراجع بني حنيفة واستخبوا بحديقة مصورة منيعة الجدران اسمها حديقة الرحمن ولما خفت حدة القتال وقف المحاربين عشان يلتقطوا أنفسهم فخرج خالد أمام صف المسلمين وقال أنا ابن الوليد من يبارز فخرج أبطال من صفوف المرتدين فقاض عليهم خالد جميعا عرف المسلمين أنهم لو ما أسرعوش بالانتصار ممكن يطول الحصار فطلب البراء ابن مالك من رفقائه أنهم يحملوه عشان يحتمي بالحديقة وراح وراه بعض زملائه وقدر يفتح باب الحديقة وابتدى المسلمون القتال وقتل وحشي ابن حرب مسيلمة وبقتل مسيلمة ضعفة قوة بني حنيفة ومن يومها تسمت الحديقة بحديقة الموت وانتصر المسلمين فأكتر المعارك قوة وظهرت بسالة وشجاعة جيش المسلمين بقيادة سيف الله المسلول وبالرغم من إنهاجهم وقتل الكتير منهم اتقدر عدد قتل المسلمين يوم اليمامة بـ 1200 شهيد منهم 360 من المهاجرين والأنصار وقيل إن منهم 300 شهيد حفظين القرآن كاملاً بعدما خلصت المعركة اتحرك خالد بجيشه عشان يفتح حصون اليمامة وكان خالد وثق بمجاعة بن مرارة عشان حمى أمه تميم وكان مجاعة بن مرارة أرسل للحصون اللي ما كانش فيها غير النساء والأطفال والشيوخ ومن لا يستطيعون القتال بأن يلبسوا الدروع ومجاعة قدر يقنع خالد بأن الحصون مملوئة بالرجال ونظر خالد فوجد جيشه قد أنهكته الحروب وتقتل منه كتير وعلشان كده خالد شاف إنه يصلحهم على أن يحتفظ المسلمون بنصف السبي والغنائم وقتها طلب منه مجاعة أنه يروح يارد على قومه الموضوع وبعدها رجع مجاعة وادعى أن قومه ما قابلوش الموضوع فخفضه خالد إلى الربع ولما دخل المسلمين الحصون ما لقاش المسلمين غير النساء والأطفال والشيوخ العجزة غضب خالد لخداعه إلا أنه وجدها شجاعة من مجاعة عشان قدر أنه يحافظ على اللي تبقى من قومه فوافق على الصلح بعد ما انتصر خالد بن الوليد طلب من مجاعة أن يزوجه ابنته فوافق مجاعة على طلبه وده تسبب في غضب الخليفة وكبار الصحابة لأنه مختارش الوقت المناسب لده لأن المدينة كانت في حالة حزن على فقدانهم لألف ومتين شهيد في اليمامة من بينهم حفظت القرآن الكريم وأرسل أبو بكر لخالد فعنفه أشد مما عنفه يوم زواجه من أم تميم فتألم خالد لغضب أبي بكر وبانتهاء اليمامة انتهت مهمة خالد في حروب الردة فخد ليه بيت في أحد أو دية اليمامة وعاش فيه مع زوجتيه مع انتهاء حروب الردة وصل لأبو بكر الصديق أن المثنى بن حارثة الشيباني ورجال من قومه أغاروا على تخوم فارس لحد ما صب دجلة والفرات فسأل عنه فأثنى عليه الصحابة ولم يلبث أن أقبل المثنى على المدينة طالبا منه أن يستعمله على من أسلم من قومه فأقر له أبو بكر بذلك فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أنه يجمع جنوده في اليمامة ويروح للعراق كمان أمر عياد بن غنم أنه يتوجه لدومة الجندل عشان يخضع أهلها وبعدها يتوجه للحيرة واللي هيوصل للحيرة الأول تكون ليه القيادة وأمر خالد أنه يدخل العراق من الجنوب وأمر عياد أن يدخلها من الشمال شاف خالد أن جيشه قال لعدده فطلب المدد من الخليفة أبو بكر الصديق فأمده بالقعقاع بن عمر التميمي وصل خالد لمثنى قبل ما يوصل ليه عياد وكان معاه حوالي عشر تلاف مقاتل عشان ينضم إليه 8000 مقاتل هما جند المثنى العدد ده كان لا يقارن بعدد جيش الفرس فلجأ خالد للتدبير السياسي يقسم الجيش إلى ثلاث فرق ووجه كل فرقة في طريق مختلف كانت أول معارك خالد في العراق أمام جيش فارسي بقيادة هورموز في بداية المعركة طلب هورموز أنه يبارز خالد وكان مدبر مكيدة بأن يتكاتل عليه جنوده ويقتلوه فيضعف المسلمين وينهزموا ولكن هورموز ما كانش يعرف قوة خالد وقاتل خالد بقوة شجاعة متفردة من نوعها انقض عليه خالد كالأسد على الفريسة ويدرب خالد يمينا ويسارا وقتل خالد هورموز قبل ما تنجح مكيدته وادرك القعقاع جند الفرسة فحمى ظهر خالد قبل ما يخضروا بيه عشان يثبت بدال المسلمين صحة وجهة نظر الخليفة فيه بعد كده شد المسلمين على الفرس ودخلوا معاهم في معركة حارب فيها المسلمين بقوة وبسالة وارعبوهم وهزموهم وامر خالد بن الوليد المثنى بمطاردة الفلول الفرس واستمر المثنى يطردهم لحد ما وصل زحف جيش اخر للفرس بقيادة قارن بن قريانس فارسل الى خالد فلحق خالد بالجيش لمقابلته والتحم الجيشين حارب المسلمين بقوة ايمان تحت قيادة رجل قوي رجل ارعب جيوش العالم صيف الله المسلول قاتل المسلمين وعرف الفرس بقوة المسلمين وبقوة قائدهم وللمرة التانية يهزم جيش خالد جيش فارسي ويقتل قادة الفرس في معركة عرفت بمعركة المذار وانتهت المعركة بانتصار المسلمين بقيادة صيف الله المسلول عرف الفرس صعوبة موقفهم فقرروا انهم يستعينوا بأولياءهم من العرب من بني بكر بن وائل عشان يحربوا العرب بعرب زيهم عارفين خطاتهم الحربية وجمعوا جيش قوي بقيادة الأندرزغر والتقى الجيشين وهنا يظهر لنا رجل بألف جيش من القوة والذكاء استخدم خالد نسخة مطورة من تكتيك الكماشة وهي استخدام مجموعتين من الجند لمواجهة الفرس وسميت بمعركة الولجة والانتصر فيها جيش المسلمين فر الفرس والعرب ومات الأندرزغر عطشا في الفلاة غضب الفرس وأولياءهم من العرب بسبب الهزيمة فاجتمعوا في قليس بجيش عظيم واشتبك معهم جيش المسلمين في معركة عظيمة حصلت بين الفريقين فتوجه خالد بالدعاء إلى ربه ونظر أنه يجري النهر بدماء أعداءه لو انتصر المسلمين وفي النهاية انتصر المسلمين وهرب الفرس والعرب وأمر خالد بأسرهم عشان يوفي نادره ويروى أنه أمر بحبس النهر وضرب رقاب الأسرة ثم أجرى النهر فتحول دما وبلغ عدد القتلى سبعين ألف كانت الخطوة اللي بعدها لتأمين النصر هي فتح الحيرة عاصمة العراق العربي فتوجه خالد بجيشه ليها وحصرها وما لقوش مكان يهرابوا فيه فوافقوا أنهم يدفعوا الجزية وبعدما ارتاح جيشه صار خالد على تعبئته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع بن حابس فحصرها وتحصن أهل الأنبار وخندقوا حولهم فطاف خالد بالخندق بحثا عن أدياء ما كان فيه بعدها أمر بنحر ضعاف الإبل وإلقاءها في ذلك الموضع وعبر عليها جيشه فبكده فتح الحصن اتجه خالد بعد كده إلى عين الطمر وواجه جيش من الفرس والعرب من قبائل بني النمر بن قاصة وتغلب وإياد بقيادة عقا بن أبي عقا واللي كانت في معركة عين الطمر وانتصر عليهم وبكده بقى معظم العراق العربي تحت سيطرة المسلمين كان عياد بن غنم لسه في حربه في دومة الجندل لما بعثوا الخليفة أبو بكر الصديق لقتالهم وطل حصاره لعام ولم يظفر بهم يأس الخليفة من الموقف فأمدوا بالوليد بن عقبة ولما وصل لي الوليد أيقن صعوبة موقف عياد فأشار عليه بإنه يرسل إلى خالد بن الوليد يستنصره ما ترددش عياد فأرسل لخالد وكان هيمشي خلاص من عين الطمر فتوجه خالد لي بجيشه فجعل دومة بينه بن جند عياد ونجح في افتضاد الحصن في معركة دومة الجندل انتهز أهل العراق فرصة غياب خالد بذهابه إلى عياد فثاروا على الحاميات الإسلامية ووصل الخبر لخالد في دومة الجندل وقدر إخضعهم مرة تانية في معارك المصيخ والثاني والزميل واصل خالد زحفه شمالا لحد ما وصل الفراد وهي موقع على تخوم العراق والشام وأقام فيها شهرا لا يفصل عن الروم غير مجرى الفراد أرسل قائد الروم لخالد يطلب بالاستسلام إلا أن خالد قال له أن ينتظروا في أرض المعركة ثم بعت إليه الروم يخيروه إما أن يعبر ليهم أو يعبروا ليه فطالبهم بالعبور واستغل خالد عبور الروم ليه وحصرهم واستغل وجود النهر خلفهم وهزمهم هزيمة صاحقة وكانت معركة الفراد آخر معارك خالد بن الوليد في العراق بعدها أمر خالد جيشه يرجع للحيرة وقرر أن يؤدي فريضة الحج في سرية تامة من غير حتى ما يستأذن الخليفة وبعد أن أتم حجه وعرف الخليفة فلامه ونهاء عن تكرار ما فعله مرة أخرى وورد في تاريخ دمشق لما انصرف خالد بن الوليد من اليمامة ضرب عسكره بين الحيرة والنهر وتحصن منه أهل الحيرة في القصر الأبيض فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال ضرار بن الأزور ما لهم مكيدة أعظم مما ترى فبعث إليهم ابعثوا إلي رجلا من عقلائكم أسألوا ويخبرني عنكم فبعثوا إليه عبد المسيح بن عمر ابن قيس بن بقيل الغساني فأقبل يمشي إلى خالد ومعه سم يقلبه في يده فقال له ما الذي معك؟ قال هذا السم قال وما تصنع به؟ قال أتيتك فإن رأيت عندك ما يسرني وأهل بلدي حمدت الله وإن كانت الأخرى لم أكن أول من صاق إليهم ضيما وبلاء فأكله أستريح وإنما بقي من عمر يسير فقال هاته فوضعه في يد خالد فقال بسم الله وبالله رب الأرض ورب السماء الذي لا يضر مع اسمه داء ثم أكله فتجلته غشية فضرب بذقنه على صدره ثم عرقا وأفاق فرجع ابن بقيل إلى قومه فقال جئت من عند شيطان أكل سما ساعة فلم يضروا أخرجوهم عنكم فصالحوهم على مائة ألف بعد ما افتتح المسلمين دومة الجندل أصبح الطريق مماهد للتحرك لغزو الشام أرسل خالد بن سعيد قائد المسلمين على تخوم الشام إلى أبي بكر يستأذنه في منازلة الروم وبعد ما استشار أبو بكر أهل الرأي شجعت انتصارات المسلمين في العراق على الإقدام على خطوة مشابهة في الشام فأذن لخالد بن سعيد لم يحالف الحظ جيش خالد بن سعيد بعد ما نجح الروم في استدراجه وهزم جيشه وهرب في كتيبة من جنوده بعد مقتل ابنه وطرك عكريما يتقهقر بالجيش أبو بكر ما استسلمش فوجه أربعة جيوش دفع واحدة إلى الشام بقيادة أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ووجه كل منهم لوجهة مختلفة إلا إن الروم كان عدد جيشهم أكتر لأ القاضى إنهم لو قتلوا كل واحد لوحده هينهزموا وعشان كده أرسل أبو عبيدة إلى أبي بكر يطلب المدد ضاق أبو بكر من الموقف فقرر أن يرسل إلى خالد بن الوليد يأمره أن يستخلف المثنى بن حارثة الشيباني في نصف الجند ويسير بالنصف الآخر إلى الشام ليمد جيوش المسلمين ضاق خالد بالأمر وترجى إنه يفضل في العراق حتى يفتح المدائن ولكنه في الآخر وافق كان قدام خالد طريقين عشان يوصل لقوات المسلمين في الشام الأول عبر دومة الجندل والتاني إنه يمر بالرقة تجنب خالد طريق دومة الجندل لطوله وممكن يوصل في خلال أسابيع للشام كمان قرر إنه يتجنب الطريق الثاني لأنه هيمر على الحاميات الرومانية الموجودة في شمال الشام اختار خالد طريق صعب وخطر لكنه أقصر عبر بادية الشام اختار خالد رافع بن عميرة الطائي إنه يكون دليل ليه ونصحهم يشربوا مية لأنهم هيمشوا لمدة خمس ليالي من غير ما يلاقوا أي بير يشربوا منه فملوا الأوعية بالمياه الكافية للخمس أيام وبعض المؤرخين قالوا إنهم استخدموا بطون الإبل لتخزين المياه لشرب الجياد وأثناء المسيرة للشام اكتشف الجنود إن المياه ما كفتش غير لثلاث أيام فقط وتحمل الجنود العطش حتى وصلوا نبع الماء وبكده نجح خالد في اكتياز بادية الشام في أقصر وقت ممكن بعدها أخضع الغساسنة بعد أن قاتلهم في مرج راهط ومنها انحضر إلى بصرة ففتحها في الوقت ده جالوا خبر بأن جيش من الروم احتشت في أجندين فأمر خالد جيشه بالتوجه إلى أجندين ورسل قادة الجيوش الأخرى بموافاته في أجندين ولما تم اجتماعهم هناك جعل أبو عبيدة بن الجراح على المشاف القلب ومعاذ بن جبل على الميمانة وسعيد بن عامر بن جذيم القراشي على الميصارة وسعيد بن زيدة على الخيل وخير خالد قائد الروم قبل بدء المعركة بين الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب فغضب أسقف الروم وأقصم على صحق المسلمين بدأت المعركة بمهاجبة ميصارة الروم لميمانة المسلمين ولكن معاذ بن جبل ورجاله صمدوا أمام الهجوم بعدها شنت ميمانة الروم هجوما على ميصارة المسلمين فثبتوا كذلك فأمر قائد الروم برمي الأسهم وقتها بدأ هجوم المسلمين واستبسلوا فهرب الروم منهزمين وانتهت معركة أجندين بهزيمة الروم وانتصار جيوش المسلمين بعدها وصل لخالد خابر أن الروم حشدوا جيش تاني يشرف على 240 ألف جندي في اليارموك فتوجهت جيوش المسلمين ليهم وأظهر خالد أحد تكتيكاته الجديدة فقسم جيشه الفرق كل منها ألف رجل وجعل على ميمانته عمر بن العاص ومعاشه رحبيل بن حسنة وعلى الميصرة يزيد بن أبي سفيان وعلى القلب أبا عبيدة وجعل على رأس كل فرقة بطلا من أبطال المسلمين أمثال القعقاع وعكريمة وصفوان بن أمية وفي الطليعة أو المقدمة الخيالة بقيادة قباث بن أشايم وهي عبارة عن فرق صغيرة مهمتها مرأبة العدو وفي المؤخرة سعيد بن زهيرو مع خمسمية مقاتل ومهمته قيادة الضعن وحمايته ووضع خالد في المقدمة النبالين فالرمحين فحملة السيوف بعدها رسم خالد خطة لاستدراج الروم بعيدا عن مواقعهم اللي حفروا أمامها الخنادق فكلف عكريمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمر التميمي الهجوم بفرقتيهما فجرا حتى يبلغاه خنادق الروم ويتظهر بالانهزام ونفذ القائدان المهمة بنجاح فلما شافهم الروم بيتراجعوا هجموهم ووقف قدامهم خالد بن الوليد بكل شجاعة بعدما خيرهم بين دخول الإسلام أو دفع الجزية أو القتال وقال أنا ركن الإسلام أنا الفارس الصنديد أنا خالد بن الوليد أنا صاحب رسول الله وأظهر المسلمين بسالة في القتال اللي استمر إلى الغروب وشاركة النساء في المعركة فكانوا بيدربوا من انهزم من المسلمين ويقولوا أين تذهبون وتدعوننا للعلوج وساعتها يرجع المنهزمون وأخيرا تمكن المسلمين من الفصل بين فرسان الروم ومشاتهم فأمر خالد بمحاصرة الفرسان ولما تعب فرسان الروم من الحصار فتح المسلمين قدامهم ثغرة عشان يخرجوا منها ويطلبوا النجاة ويسيبوا المشاة لمصرهم اغتحم المسلمين عليهم الخنادق وقتلوا منهم الآلاف وكان انتصار اليارموك بداية نهاية سيطارة الروم على الشام بعد كده تفرقت الجيوش فتوجه كل واحد لوجهته اللي اختارها أبو بكر الصديق فتوجه خالد مع أبي عبيدة إلى دمشق ففتحوها بعد ما حصروها وصلحوا أهلها على الجزية كان خالد لا ينام ولا ينيم زي ما قال عنه ابن الأثير فكان ليه في كل مكان عيون بترقب المدينة وقت الحصار فعرفوا ان أهل دمشق كانوا بيحتفلوا بالمولد الجديد للبطريارك وكانوا سكارة وبيرقصوا ونسيوا الحرب فانتهس خالد الفرصة وجمع جنوده وأعوانوا منهم القعقاع ابن عمر بالليل وجابوا حبال وتسلقوا صور المدينة وقال للجنود إذا سمعتم تكبيرا على الصور فرقوا إلينا واقصدوا الباب وكان خالد طول مدة الحصار درس حالة الصور والخندق المحيط به ولما فائت المدينة على جنود المسلمين بيقتلوا في جنودهم جريوا على أبو عبيدة بيعرضوا عليه الصلح وهم هناك جي رسول يحمل خبر وفاة أبي بكر وتولي عمر بن الخطاب الخلافة ومعا كتاب إلى أبي عبيدة يولي إمارة الجيش ويعزل خالد وبالرغم من العزل إلا أنه فضل تحت قيادة أبي عبيدة كأحد قطه وبعد ما اطمن أبو عبيدة إلى مقام المسلمين تقدم بقواته معا خالد إلى فحل وكان أرسل بعض جنوده لحصارها خلال محاصرته لدمشق فهزم حاميتها وللاجأ ليهم من جند الروم الفرين من أجندين وأظهر خالد بن الوليد وضرار بن الأزور بطولات ذكرها ليهم المؤرخين كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة يؤمره بفتح حمص انتهز هرقل قيصر الروم انشغال المسلمين في فحل فأرسل جيشا بقيادة توذر أو ثيودوروس لاستعادة دمشق ولما كان جيش المسلمين في طريقه إلى حمص التقى الجيش البيزنطي في منتصف الطريق في مرج الروم خلال الليل أرسل توذر نصف جيشه إلى دمشق لشن هجوم مفاجئ على حامية المسلمين وتاني يوم الصبح لقى المسلمين ان جيش الروم قال لعدده فتوقع خالد بان يكون الروم وجهه جزء من جيشهم لمهاجم الدمشق استأذن خالد أبو عبيدة وانطلق في فرقة من الفرسان عشان يلحق جيش الروم المتوجه لدمشق واستطاع خالد انه يهزم جيش الروم بعد ما حاصر الروم بين قوات خالد وحامية المدينة بعدها رجع خالد عشان ينضم لقوات أبي عبيدة وحاصر معا حمص لحد ما سلم أهلها طالبين الصلح فصالحهم أبو عبيدة على شروط وخراج صلح دمشق بعدها سلمت حما واللاذقية على نفس الشروط واجه عمر بن العاص وشرحبيل بن حسن الصعوبات في مواجهة الروم في فلسطين وجنوب الشام بعدها أرسلوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أبو عبيدة وخالد بالتوجه لهم للدعم وقدرت قوات المسلمين تطهير البلاد بعدها توجهوا للقدس آخر المعاقل البيزنطية في جنوب الشام اللي هرب لها العديد من الناجين في معركة اليارموك وحصروها لكن المدينة ما قبلتش بالتسليم إلا للخليفة شخصيا وبعد القدس اتوجه جيش أبو عبيدة وخالد لاستكمال فتح شمال الشام وجه أبو عبيدة خالد إلى قنسرين المدينة منيعة الحصون فلقى فيها جيش كبير من الروم فقتلهم خالد وهزمهم في معركة قنسرين وفرت الفلول لتتحصن بالمدينة طلبين الصلح كصلح حمص إلا أن خالد رفض وشاف أنه يعقبهم لمقاومتهم للمسلمين لحق جيش أبو عبيدة بن الجراح بقوات خالد بن الوليد في قنسرين بعد ما تم فتحها ويكملوا زحفهم لحلب وفتحوها كان الهدف التالي للمسلمين أنطاكيا عاصمة الجزء الأسياوي من الإمبراطورية البيزنطية وقبل ما يروحوا قرر أبو عبيدة وخالد عزل المدينة عن الأناضول بالاستيلاء على جميع القلاع اللي ممكن توفر الدعم الاستراتيجي إلى أنطاكيا وأهمها أعزاز في الشمال الشرقي من أنطاكيا وخاض الروم المدافعون عن أنطاكيا معركة يائسة مع جيش المسلمين خارج المدينة بالقرب من نهر العاصي لكنها انتهت بهزيمتهم وتراجاهم إلى أنطاكيا فحصرها المسلمين فقد الروم الأمل في وصول المدد من الإمبراطور فاستسلمت أنطاكيا على أن يسمح لجند الروم بالمرور إلى القسطنطينية بأمان وجه أبو عبيدة خالد شمالا بينما توجه أبو عبيدة جنوبا وفتح اللاذقية وجبلة وترتوس والمناطق الساحلية الغربية من سلسلة جبال لبنان الشرقية استولى خالد على الأراضي حتى نهر كيزيل في الأناضول وقبل وصول المسلمين إلى أنطاكيا كان الإمبراطور هرقل غادرها إلى الروها لترتيب الدفاعات اللازمة في بلاد ما بين النهرين وأرمينيا بعدين غادرها متوجه إلى عاصمة القسطنطينية وفي طريقه إلى القسطنطينية نجى بصعوبة من قبضة خالد اللي كان في طريقه منصرفا من حصار مرعش إلى منبج بعد الهزائم الصاحقة المتتالية لقوات هرقل في المعارك أصبحت فرصه لتعديل أوضاعه قليلة بعدما أصبحت موارده العسكرية المتبقية ضعيفة علشان كده لجأ إلى طلب مساعدة من المسيحيين العرب من بلاد ما بين النهرين اللي حشدوا جيش كبير توجهوا بي نحو حمص قاعدت أبو عبيدة في شمال الشام وأرسل لهم جنود عبر البحر من الإسكندرية أمر أبو عبيدة كل قواته في شمال الشام بموافاته في حمص بعدما حصرتها القبائل العربية المسيحية قرر خالد أن يخود معركة مفتوحة خارج المدينة إلا أن أبو عبيدة أرسل إلى عمر يطلب رأيه بعث عمر إلى سعد بن أبي وقاص بأن يسير جندا لغزوي منازل تلك القبائل العربية المسيحية في بلادها وأن يبعث القعقاع بن عمر في أربعة آلاف فارس مددا لأبي عبيدة بل وصار عمر بنفسه من المدينة على رأس ألف جندي وصلت الأخبار للعراق والشام فرأت تلك القبائل أن تسرع بالرجوع إلى منازلها تاركين جند الروم في مواجهة مصرهم أمام قوات المسلمين اللي هزموا القوات دي هزيمة نكراء وقبل ما توصل قوات المدد من العراق أو المدينة ثم أرسل أبو عبيدة خالد في قوة لمهجمة القبائل من الخلف وكانت دي آخر محاولات هرقل لاستعارة الشام بعد المعركة دي أمر عمر باستكمال غزو بلاد ما بين النهرين فبعت أبو عبيدة خالد وبعت سعد بن أبي وقاص عياض بن غنم لغزو شمال بلاد ما بين النهرين ففتحوا الروها وديار بكر وملاطيا بعدها اكتاحوا أرمينيا حتى بلغ خالد آمد ورها وهو يفتح البلاد ويستفيق الغنائم ثم عاد إلى قنصرين وقد اجتمع له من الفيء شيء عظيم اختلفت روايات المؤرخين على ترتيب وقائع فتح الشام فمثلا روى الطبري إن معركة اليارموك كانت المعركة التالية لفتح بصرة أما البلاذري فقد روى إنها كانت آخر معارك فتح الشام وإنها تمت في عهد عمر بن الخطاب خالد بن الوليد الحقيقة لم يهزم في أي معركة لدرجة إنه يروى إن الخليفة عمر بن الخطاب خاف على الناس تفتن بيه وببطولاته وإنهم يظنوا إن النصر مع خالد فقط ومش مع جيش المسلمين الأمر اللي وصفه الشاعر حفظ إبراهيم وقال وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها فقال خفت فتتان المسلمين به وفتنة النفسي أعيت من يداويها وإن دا كان سبب عزله من الولاية ولكن الحقيقة إن في سبب تاني أهم العزل خالد من الولاية في عهد عمر بن الخطاب وهو إن رضي الله عنه من عهد صاحبه الصديق أبو بكر كان بينصحه إن في سيف خالد رهق فإن لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده كان عمر بن الخطاب شايف إن أي والي لابد يستأزنه في كل خطوة بيقوم بيها وده اللي كان بيخلفه خالد بن الوليد وبيرفض القيادة إلا إذا كان من حقه يتصرف برأيه اتكلم الناس عن خالد في أرمينيا واتكلموا كمان عن انتصاراته في الشام والعراق فكتب الشعراء عنه فوهابهم خالد من ماله وأخضق عليهم وكان ممن وهابهم خالد الأشعث بن قيس اللي وهبه خالد عشرة آلاف درهم بلغ عمر في المدينة خبر جائزة خالد للأشعث فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يستقدم خالد مقايد بعمامته عشان يعرف لو أجاز الأشعث من ماله أم من مال المسلمين فلو زعم إنها من مال المسلمين فهتبقى خيانة للأمانة وإن زعم إنه من ماله فقد أصرف وفي الحالتين يعزل خالد من قيادته للجيوش احتر أبو عبيدة لأنه سأل خالد وخالد لم يجب فترك تنفيذ المهمة دي لبلال بن رباح رسول الخليفة بالكتاب أرسل أبو عبيدة يستدعي خالد من قنصرين وجمع الناس وسأل بلال خالد عن إذا كانت جايزته للأشعث فأجاب خالد إنها من ماله الخاص فأعلنت برأته فاجئ أبو عبيدة خالد بأن الخليفة عزله وإنه مأمور بالتوجه للمدينة راح خالد للمدينة المنورة للقاء عمر محتجا على ما اعتبره ظلما إلا إن عمر أصر على قراره كتر اللغط في الأمصار حول عزل عمر لخالد فأذع في الأمصار إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فوتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا صنعت فلم يصنعك صنعك صانع وما يصنع الأقوام فالله يصنع فأغرمه شيء ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بالكتاب ده ليعذروا عندهم وليبصرهم وكانت دي نهاية مسيرة خالد العسكرية النجحة وكان لي دور كبير في تدمير إمبراطورية الفرس وحروبه معاهم وكمان هزمتهم واللي أظهر فيهم براعة عسكرية منقطعة النظير وأصبحت خطط العسكرية تتنقلها الجيوش وتنفذها عاش خالد في حمص أربع سنوات بعد عزله عن ولاية قنصرين وأضاها في حمص بن أهله مرض خالد في خلافة عمر بن الخطاب سنة 21 هجريا مرض شديد أرقاضه في فراشه وعمره وقتها ناهز الستين سنة ورغم الخلاف اللي كان حصل بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلا إن خالد بن الوليد عند مرضه وقبل وفاته قال لأبي الضرداء والله يا أبا الضرداء لئن مات عمر لطريان أمورا تنكرها وقال خالد بن الوليد وهو على فراش الموت لقد شهدته ماءة زحف أو زهائها وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء وقال أيضا لقد طلبت القتل في مظنه فلم يقدر ليه إلا أن أموت على فراشي وما من شيء أرجع عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مترس بترسي والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار ثم قال إذا أنا مت فانظروا فرسي وسلاحي فاجعلوه عدة في سبيل الله عز وجل وذكر بن حجر العسقلاني في الإصابة قولين في وفاته قول بإنه توفي بحمص وآخر إن وفاته في المدينة وإن عمر بن الخطاب حضر جناسته بينما ذهب أبي زرعة دمشقي في تاريخه إن وفاته في المدينة أما ابن عساكر فنقل في كتابه تاريخ دمشق الكبير عدة روايات رجح وفاته بحمص واستأنس بقول أبي زرعة دمشقي في وفاته بالمدينة ونقل ابن كثير في البداية والنهاية قول الواقدي ومحمد بن سعد بإنه مات بقرية تبعد نحو ميل عن حمص وكذلك نقل الرأي الآخر في وفاته بالمدينة ولكنه رجح موته بحمص كذلك أيد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء رأي ابن كثير بترجيح وفاته بحمص والخالد بن الوليد جامع كبير في حمص يزعم البعض إن قبره في الجامع ولما بلغ عمر خبر وفاته قال رحم الله أبا سليمان كان على ما ظنناه به رحم الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأصحابه سيف الله المسلول وبكده تكون خلصت حلقاتنا النهارده يا ريت تقولينا رأيك وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وادخل تفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات اللي جاية وخمنوا معنا مين بطل حلقاتنا الجاية من الصحابة